السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً ومرحباً بكم في مدرسة عنيزة الأهلية المصر المصري وتجدد لقائنا اليوم مع درس جديد في مادة الراضيات درسنا النهاردة إن شاء الله بنتكلم فيه على مجموعة من الاستراتيجيات المختلفة الاستراتيجيات دي باستخدمها لحل مسائل على عملية الضرب يلا بينا نتعرف على الاستراتيجيات المختلفة دي وإزاي يقدر استخدمها فلما يجي هنا ويقولي إن أنا عندي صندوق للمياه الغازية يحتوي على أربع صفوف من زجاجات المياه الغازية وكل صف فيه خمس زجاجات يطرى كم عدد الزجاجات اللي موجودة في الصندوق أقدر أحلها باستخدام أكتر من الاستراتيجية هنتعرف عليهم دلوقتي بس قبلها لازم أرسم المصوفة بتاعتي المصوفة دي بتقولي إن أنا عندي أربع صفوف وفي الصف الواحد خمس زجاجات فأنا هرسم دلوقتي أربع صفوف وخمس أعمدة أول استراتيجية هستعظمها عندي هي استراتيجية الجامعة المتكررة الجامعة المتكررة بتقول إن أنا عندي خمس أعمدة العمود الواحد فيه أربع زجاجات فأنا هجمع الأربع خمس مرات فأربع زائد أربع زائد أربع زائد أربع زائد أربع أربع زائد أربع بتساوي تمانية زائد أربع بتساوي تناشر زائد كمان أربع فالناتج هيكل ستاشر ولما أجمع عليهم أربع كمان هدين عشرين في طريقة تانية إن أنا أقول إن أنا عندي أربع صفوف الصف الواحد فيه خمس زجاجات فأنا هاخد الخمسة واجمعها أربع مرات على قد عدد الصفوف فخمسة زائد خمسة بيسوى عشرة زائد خمسة خمستاشر زائد خمسة بيسوى عشرين فأنا عندي عدد الزجاجات اللي موجودة في الصندوق بيسوى عشرين طيب في طريقة تانية؟ أيوة في طريقة تانية ممكن استخدمها أو استراتيجية تانية اللي هي باستخدم المصفوفة إزاي يعني؟ المصفوفة بتقول إن أنا أكتب عدد الصفوف الأول وبعدين أحط علامة الضرب اللي هي علامة الفي واكتب عدد الأعمدة يبقى 4 في 5 بيساوي كمان بيساوي 20 معناها ان انا جمعت الاربعة 5 مرات او الخمسة 4 مرات والنتج واحد في كل مرة بيساوي 20 الاستراتيجية الثالثة اللي انا ممكن اقدر استخدمها لحل المسألة دي ان انا استخدم العد بالقفز يعني اعد بالقفز يعني ان انا هنا اعد اربعة كل مرة زود اربعة فاقول اربعة واقفز هيديني تمانية ولما زودت كمان عليها اربعة هيديني اتناشر ولما كمان زودت اربعة هيديني ستاشر ولما كمان زودت كمان اربعة هيديني عشرين انا خمس مرات ازود اربعة اربعة واربعة 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 فالناتج كان عشرين اه اقول ان انا عندي خمسة هتقفز عليها ازود خمسة فالناتج هيبقى عشرة والعشرة كمان اقفز خمسة يديني خمستاشر كل مرة بزود خمسة الاخمستاشر هتبقى عشرين في الناتج كمان عشرين رابعة استراتيجية ممكن انا استخدمها النهاردة علشان اقدر اهل مسائل عملية الضرب اللي هي المجموعات المتساوية المجموعات المتساوية بتقول ان انا هاخد زجاجات المياه الغازية دي وهقسمها في مجموعات ممكن اقسمها على اربع مجموعات المجموعة الوحدة فيها كم؟ فيها خمس زجاجات فيلا بينا نقسمها هادي المجموعة التانية المجموعة رقم تلاتة المجموعة الاخيرة اللي هي مجموعة رقم اربعة اه درحلها اه درحلها بسهولة اقول ان انا عندي كم مجموعة؟ عندي اربع مجموعات المجموعة الوحدة فيها كم؟ فيها خمس زجاجات فهقول هي بتساوي أربعة ضرب خمسة أربعة ضرب خمسة والنادق كذلك بيساوي عشرين هي أربعة لما جمحها خمس مرات أو خمسة جمحها أربع مرات يلا بينا كمان نشوف مسألة لما هيك يقول لي صنعت صعاد ثلاث صفوف من البتزة ووضعت في كل صف اتنين قطع من البتزة مع عدد البتزة التي صنعتها صعاد صعاد عملت ايه؟ صنعت ثلاث صفوف من البتزة يبقى أنا على طول هاجي هنا وارسم ثلاث صفوف ووضعت في كل صف قطعتين يبقى أنا هنا عندي عمودين الناتج عندي أنا هستخدم استراتيجية المصفوفات فقول إن أنا عندي ثلاث صفوف هضربها في عدد الأعمدة يبقى ثلاثة ضرب اتنين معناها أن أنا جمعت الثلاثة مرتين أو الاثنين ثلاث مرات هيساوي الناتج ست قطع فغضت القطع التي صنعتها صعاد بيساوي ستة أنا استخدمت الاستراتيجية دي لحل المسألة دي أنتو كمان تقدروا تستخدموا الاستراتيجيات المختلفة اللي احنا لسه متكلمين عليها هستناكوا تحلوها باستراتيجيات مختلفة مع الواجب المرفق اختاروا الاستراتيجية المناسبة لكم وحلوا بيها المسائل وكده يبقى خلصنا الدرس بتاعنا دمتم بخير وصحة وسلامة وسعادة واشوفكم في الدرس القادم إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله شكرا